موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من برنامج لقاء خاص هذا اللقاء اليوم نحن في ضيافة معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني نرحب بمعاليك سيادة الوزير شكرا جزيلا للاستضافة لقناة الأيام في منزلكم نتحدث معالي الوزير نرجع إلى 2003 وما قبلها كانت تسمى وزارة الثقافة والإعلام رفع الإعلام عن الثقافة حتى لا يكون شموليا ولا تكون هناك تكميم للأفواه استحدثت هيئة الإعلام والالتصالات ولكن وزارة الثقافة تم تعزيزها بوزارتين إن صح التعبير أصبحت هناك الثقافة والسياحة والآثار ولا زالت هذه الوزارة ليست وزارة سيادية نعرف جيدا بأن العلوم السياسية هي ليست علم بقدر ما هي نمط للحياة اليوم معاليكم عندما تسنمتم رأس الهرم في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ماذا قدمتم خلال هذه الفترة البسيطة ومن المؤمل أن تقدمه خلال فترة استيزاركم أولا حياكم الله وطبتم بهذا اللقاء وشرفتمونا في هذا المكان لهذه القناة الجميلة والتي تحظى بشعبية كبيرة من جمهورة في العراق المسألة الثانية الحقيقة فصل الإعلام عن الثقافة هذا كان من خلال يعني عزل بعض أو إبطال بعض الوزارات قبل عام 2003 الإعلام كانت ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وبعض الأجهزة يعني الأخرى وكان من قبل الحاكم المدني بول إبرايمار وإيضا كان أحد أسباب يعني ما حدث بالعراق كان ممكن يعني احتواء هذه الوزارات والاستفادة من الخبرات الموجودة فيها ولكن يعني أصبحت الأمور هكذا هيئة الإعلام أصبح يعني لوحده شبكة الإعلام العراقية يعني هيئة وأيضا الثقافة أصبحت لوحدها سمع عزلزة بهيئة الآثار لم تكن الآثار وزارة كانت هيئة وكذلك السياحة فيما بعد أصبحت وزارة على أمل أن تطور ولكن أيضا يعني بقي الحال راوح على ما هو عليه فصار إلى أن تكون وزارة الثقافة والسياحة والآثار ومن وجهة نظره هي مترابطة لكن المواطن لا زال يجهل هذه التركيبة الثلاثية نعم هذه الحقيقة التركيبة الثلاثية أو هذا الثلاث متعاشق لأن الثقافة علاقة كبيرة جدا بالسياحة وللأثار علاقة بالثقافة والسياحة يعني السياحة إذا جئنا إلى السياحة السياحة أنواع السياحة الآثارية وكثير من الدول تعيش على السياحة الآثارية والسياحة الصحراوية والسياحة الطبيعية والسياحة الدينية وكل هذه السياحات الحقيقة هي موجودة في بلدنا على رأس سياحة دينية من خلال وجود مراقد أئمة آل البيت عليه السلام وكثير من الأنبياء والصالحين موزعين على الرقعة الجغرافية للعراق فالسياحة الدينية هي نشطة جدا أيضا السياحة الآثارية الحقيقة يعني ليس من شبر في العراق إلا وتحته آثار لحقبة مضت لدولة حكمت لأناس بنوا كانوا هنا في يوم من الأيام ولهذا الحقيقة أحيانا تتعطل بعض المشاريع التنموية بسبب وجود الآثار في ذلك المكان نعاني منها في كثير من الأماكن حتى تم تشريع أنه لا يمكن المضي باتجاه أي مشروع أو فتح أي شارع أو كذا إلا بموافقة الآثار فتطلع أجهزة التنقيبات وتأخذ دورها وتتأكد من عدم وجود آثار ثم تسمح بعد ذلك أما إن كان هناك آثار فلا تسمح كثير من المواقع الحقيقة آلاف المواقع لم تكتشف لحد الآن بالتأكيد والبعض منها يكتشف بعامل الصدفة يعني نتيجة حفر ويطلع لك تحت هذا الحفر قصر أو أثر أو يعني شيء يدل على كان هنا سكان في غابر الأزمان بل حتى تحت النهرين العظيمين الدجرة والفراث أيضا هناك ليس فقط في اليابسة بل حتى النهرين بكل تأكيد لأن الحقيقة الأنهار لم تكن كما هي الآن محددة بمجاري معينة ومعزولة بسواتر كانت الأنهار تزحف كلما اشتدت الأمطار كلما ذابت الثلوج وهي تنزل من الشمال إلى الجنوب تتقدم ولكن يعني تم يعني تحديدها بهذه السواتر وأخذت مجراها الآن وهي وجد تحت الكثير منها يعني آثار يعني كبيرة وعظيمة دكتور عفواً وسط كل هذا فقط أكمل لك حتى تكمل الصورة يعني عند المشاهد أيضاً يعني هذا الآثار مرتبطة بأسياحة وكلاهما مرتبط بالثقافة فالسياحة الآثار تدل على ثقافة من مضى بالتأكيد يعني وأيضاً يعني هذا البلد اللي حمل هذه الآثار لهذه الأقوام هو سائر على نفس النهج ولهذا نجد يعني آكم أقولة كانت تقول مصر تكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ نعم هذه لم تأتي من فراغ الإنسان العراقي بطبعه كثير القراءة كثير المتابعة يعني ربما تكون عوامل وراثية لأن نحن يعني أكيد سليلين لمن بنوا هذه الحضارات العريقة مع الوزير يعني لم نتجاوز موضوعة الاستراتيجية أو سياسة قيادة هذه الوزارة وخصوصاً حضرتك متخصص بالعلوم السياسي والعلوم السياسي هي نمط للحياة ونمط للتفكير ونمط لإدارة وقيادة مؤسسات الدولة بالتالي نتحدث على سبيل المثال مؤتمر الحضارات العريقة قبل شهر صار بحضور مصر، اليونان، إيران عشر دول صاحبة الحضارات العريقة لكن للأسف لم يغطى إعلامياً بالشكل المطلوب إذا ما قرناه بخليج 25 أو بغير من التغطيات الإعلامية ونتحدث هنا عن رؤية جنابك لجعل هذه الوزارة في مصاف الوزارات السيادية الحقيقة لا يمكن المقارنة أو المقارنة ستكون غير منصفة بين خليج 25 وملتقى من ناحية إعلامية وتسليط الضوء إعلامياً نعم، هذه الملتقيات العضارية لم تنقطع بينما الخليج 25 عاد بعد انقطاع لأربعة قرون ونئيف 43 عام من القطيعة بين العراق ومحيطه الأقليمي ومحيطه العربي أيضاً الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والتعاون ووجود الأرضية قرب الملعب في البصرة من دول الخليج التسهيلات الدخول كرم أهل البصرة وجود الفنادق كل هذه العوامل نحسبها بالقياسات الوزارية هذه وزارة الشباب والرياضة وهنا وزارة الثقافة لم تكن وزارة الشباب لوحدها نعم، بالتأكيد دولة كل الوزارات تعاونت الداخلية، الدفاع، الكهرباء، النفط، الثقافة ما قدم من عروض بالافتتاح والاختتام وبالاستقبال هي من وزارة الثقافة الكل ساهمنا نتساءل عن مؤتمر حتى لا تضيع فكرتنا أنه مؤتمر الحضارات العريقة بالتالي ما كان تسليط الإعلام بالشكل المطلوب اللي يعكس صورة العراق الحضارية كانوا يعني حقيقة هناك يعني إعلام كبير ولكن لأن الحدث ليس فريد نعم ليس فريد ربما يعني لا أقول كنتم بعيدين عن التغطية ولكن كان هناك ثمت إعلام وفضائيات كثيرة نقلت الأخبار وكان حققنا الحقيقة يعني توصيات تهم العراق من أبرزها التعاون في استرداد الآثار المنهوبة بان حكم داعش لكثير من المحافظات ذات الأرث الحضاري العريق مثل نينوة التي يعني ضمت عدد من الحضارات منها مدينة الحضار منها مدينة النمرود منها نينوة الآشورية منها كورسيباد منها يعني مدن حضارية أخرى تم سرقة كثير من النقطنية الأثرية وتم تدمير الحقيقة البعض منها متحف الموصل وأيضا باقي المدن الأخرى وتم الاتفاق الحقيقة من خلال التوصيات ومن خلال لقاء الشناء مع كل الوزراء الذين حضروا اتفقنا على أن ووقعنا بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أن تكون هناك مساعدة ومعاونة باستعادة الآثار وبعدها بفترة قليلة الحقيقة كان ذهبت إلى مصر واستعادت بعض القطع يعني النقد المعدنية التي تعود إلى حقبة الملك فيصل والتي تعاد هي من التراث ضبطت ب يعني المنافذ الحدودية معدل التهريب يعني اتفقنا مع إيطاليا اتفقنا مع يعني إيطاليا بوصف الحضارة الرومانية واليونان بوصف الحضارة الإغريقية ومصر بوصف الحضارة الفرعونية والإيران بوصف الحضارة الفارسية وكثير من يعني من حضر اتفاقات أنه يجب مساعدتنا باستعادة آثارنا حال العسور عليها ويعادتها إلى موطنها ما دام أن وزارة الثقافة هذا الموضوع يقودنا إلى تساؤل وزارة الثقافة تهتم من التراثي وتوغل في القدم إلى الحضاري وهذه الحضارات المتنوعة والمتعددة بالعراق ولكن قضية جعلها وزارة سيادية نأخذها من منظار تخصيصات مالية في الموازنة واليوم والوزارات في طور إعداد هذه الموازنة وتقديمها ومن ثم تقدم إلى الجهة التشريعية لما لم تكن هناك تخصيصات مالية بمستوى وزارة سيادية تستطيع وزارة الثقافة تعمل على كل هذه المشاريع التي تتبناها وهنا خلينا نبتعد عن الحضارة والتراث خلينا نذهب إلى إنتاج الأفلام السينمائية بطريقة أو بأخرى أصبحت الأفلام تنتج بتمويل منظمات دولية بطبيعة الحال ليس هناك إعلاما سائب هذه المنظمات لديها بعض المعايير التي تفرضها على المنتج الشباب هذه الفورة والطاقة يوظفوها في خدمة هذا الإنتاج الفني وبالتالي ما راح تعتقد حضرتك بأنه هذه النتاجات قد يرد فيها ما يسيء إلى العراق باعتبار أنها لم تمويل من وزارة الثقافة الحقيقة نحن موالنا كثير من الأفلام في أهد الوزراء السابقين وحتى مجيئي سددت لي كثير من الأفلام والبعض كان ينتج بالتعاون مع بعض الدول الإقليمية والبعض كان عراقي والبعض كان عربي أيضا ولكن حقيقة نحتاج مهارات ونحتاج خبرات كثيرة ولهذا عندما ذهبنا إلى فرنسا قبل أيام في الأولى الأخيرة اتفقنا مع الجهات الفرنسية على تدريب كادر مختص بالسينما السينما الإراقية منذ نشأتها كانت ضعيفة ليس جديد أو بعد 2003 أصبحت في السينما ضعيفة وخصوصا أن وزارتنا لا تهتم بالإدراما يعني موضوع الإدراما موضوع إنتاج تلفزيوني لم نذهب إلى إنتاج أفلام إدراما ولكن ساعدنا الكثير من المخرجين بإنتاج عدد كبير من الأفلام البعض منها الحقيقة لم يكن صالح هذا ما يجعلنا يعني صالح بأي معايير؟ المعايير الثقافية الوطنية؟ ببعض المعايير نعم يعني من يضبط هذه المعايير؟ عندنا وزارة الثقافة هي الجهة الرئيسة؟ هيئة الإعلام والتصالات إديها معايير؟ شبكة الإعلام العراقي؟ إنتاج ومعايير؟ نقابة الفنانين أيضا؟ نعم نعم يعني إحنا الحقيقة يعني أدنى مديرية عامة مديرية السينما والمسرح تماما وإن كان يعني ثم التفكير بأزل السينما عن المسرح للاختلاف الكبير لأن يعني برغبة أن أجعل المسرح مديرية لوحده ويهتم بالمسارح وخصوصا أن المسرح الآن أيضا متعطل نعم كان المسرح نشط جدا في بغداد وحتى في المحافظات وكانت بعض المسرحيات تجوب أكثر من المحافظة وتحقق الحقيقة يعني حظور كبير جدا وتوصل رسالة من خلال معالجتها لمشكلة معينة مشكلة يعني اجتماعية فنقابة الفنانين خبراء مديرية السينما والمسرح يعني لدينا كادر ومعايير معينة ثابتة ويضافلها بعض الأشياء هي تحدد الصلاحية من عدم الصلاحية وليس لفرد أن يرتجل هذا ويخبر حق أحد هذه الإجراءات الجديدة ولربما تكون حصرية لقناة الأيام الفضائية بفصل السينما والمسرح لوجود قيم اعتبارية لكل تفصيلة ناقشها بعد أن نأخذ فاصل قصير من أقصد جنابك مع الوزير بعد الفاصل نعود إليكم مشاهدي الأحبة من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة وباسمكم أجدد ترحابي بمعالي وزير الثقافة والسياح والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني حياكم الله مجدد معالي وزير كنا قبل الفاصل نتحدث عن السينما والمسرح بالتالي عدد كبير من الفنانين الممثلين الرسامين مختلف مجالات الفن لربما هم غير مرتبطين ارتباطا وظيفيا بوزارة الثقافة ولكن هذا الارتباط من الناحية الفنية أو المهنية هذا الارتباط الشوان الفسر باعتبار أن لدينا شريحة مهمة قادوا وأعطوا صورة وناصعة للعراق لمعيشته لحضارته لكل تفاصيله بالتالي اليوم الفنان العراقي لما يلتج إلى أن يمثل خارج العراق وهناك أعمال عربية هل سنعرف مدى جودتها ومدى قضية تداخل المسألة السياسية مع هذه القضايا الانتاجية الفنان يذهب لإعتبارات مالية واعتبارات مهنية هنا سنحافظ على الهوية العراقية وهذه المعايير القيامية التي تظهر العراق بهذا النسيج الذي تريد وزارة الثقافة أن تصدر إلى الخارج الحقيقة يعني في العراق نفتقر إلى الشركات الانتاج السينمائي الرصينة هناك شركات موجودة ولكن قليلة هذه الشركات الحقيقة عندما يتوفر لديها رأس المال تستطيع أن تنتج وباستمرار يعني وتعرف يعني كلفة إنتاج الأفلام عالية جدا يعني والكل يعلم أنه أحيانا عندما نشوف فيلم لاجح عربي كان أو غربي ويحقق مشاهدات عالية جدا ويحقق أرباح كبيرة جدا نعرف أنه هذا الفيلم تم الصرف عليه كذا مليون دولار زين وبما أنه افتقارنا لهذه الشركات حتما الإنتاج راح يكون يعني ضعيف أو متواضع عدم خلق روح المنافسة إذا كان آكو شركات راح تكون هناك منافسة راح يكون أيضا منافسة بين المخرجين بين المخرجين على الممثل الفلاني والممثل الفلاني والممثل الفلاني في إنتاج رسالة توضح هذه الثقافة العراقية وتحافظ على الهوية العراقية يعني تشوف إحنا إذا رجعنا إلى عوامل يعني النجاح السينما راح يعني هي وجود الكادر المتخصص وجود المخرج الناجح ووجود التمويل الجيد والنص يعني النص صاحب الرسالة الهادفة يحب يوصلها إلى جمهور يعني معين العراقيين بشكل عام يعني كباقي الناس في كل العالم بربما يحبون وطنهم أكثر لأن كل ما حدث في العراق والعراقي صمد في مكانه تحدى الإرهاب تحدى الاحتلال تحدى الفقر تحدى الفساد يعني هذه بينما نلاحظ أن بعض الدول لنتيجة هزات معينة وإن كان هاجر من العراق يعني الكثير ولكن من بعض الدول هاجرت أعداد تفوق أعداد العراقيين يعني أعداد كبيرة الفنان أيضا شمل بهذه القضية وأصبح هناك سوق عمل ربما خارج العراق ونتحدث أيضا عن سوق العرض في شهر رمضان المبارك طيب علاقة الوزارة في هذا المحتوى الذي يسمو بما يستحق العراق علاقة الوزارة مع المؤسسات الأخرى سواء شبكة الإعلام العراقي أو هيئة الإعلام والاتصالات للمحافظة على هذه الهوية الاجتماعية والهوية العراقية بإبرازها بالطريقة الأوضح يعني حتى لربما مسلسل عند داعش لم تكن إنتاجا عراقيا كانت إنتاجا خليجيا الكثير من المعارك التي مرت حسب مخرجين هوليوديين لما زاروا العراق يقولون بأنه لربما معركة واحدة نستطيع أن نخرج منها العديد من الأفلام ليش ما عندنا استثمار لهذه الجهود ونتحدث هنا عن الكادر القيادي في وزارتكم في إحدى المقابلات تحدثت حضرتك بأنه لا يوجد أو بعض الكادر القيادي المتقدم هم غير متخصصين عدم التخصص إلى علاقة باستثمار الطاقات الإبداعية حقيقة يعني أنا لم أعمم وإنما خصصت يعني أما في مجال السينما فيعني دكتور أحمد حسن موسى هو رجل يعني بالأصل فنان وبالأصل مخرج وكذلك كادر يعني السينما والمسرح كل هذا الكادر هو من الوسط الفني ربما بعض المفاصل الأخرى يعني لقصدتها ولم أقصد هذه الجزائية بالذات أما أيضا يعني أكد أنه عدم وجود سوق تنافسي هو من أضعف فرصة السينما العراقية طيب نرجع إلى قضية الملاك الوظيف والكادر المتقدم يعني ضمن ستراتيجية الحكومة الجديدة وحضرتك جزء من هذه الحكومة لما وسمت نفسها بحكومة الخدمات وجعلت الدرجات الخاصة الوكالاء والمدراء العامين على المحك ستة إلى ثلاثة أشهر بالتالي هل ستدخل ضمن الاستراتيجية لإدارة هذه الوزارة تغيير بعض الملاكات المتقدمة بما ينسج مع طبيعة الوظيفة واستثمار الجهود التي تحتويها الوزارة والتي هي خارج الوزارة بكل تأكيد يعني أنا جئت إلى الوزارة يعني من التعليم العالي رجل أكاديمي وجئت إلى وزارة الثقافة وإن كنت يعني من الوسط يعني الثقافي والأدبي فلا يجوز أن أتعسف وأجري تغييرات كما يجري البعض يجب أن أعرف الناس وأشخص مواطن القوة وأشخص مواطن الضعف ثم بعد ذلك يجري التغيير لأن ربما في أوقات سابقة يتم التغيير على أساس فئوي حقيقة أني أبعد الناس أكون عن الفئوية ولهذا لم أجري تغيير من هذا المنطلق هل قبلت حضرتك على مسألة منح الفنانين الرسامين والمسرحيين والمصورين وغيرهم منحة وزارة الثقافة المليون دينار ولكن بهذه الطريقة طوابير المصطفى وربما هي إساءة لشخص الفنان ابتداء ووصولا لإساءة للمثقف العراقي والمنظومة الثقافية العراقية لو أتيحت الفرصة الآن في هذه الوزارة أن تكون هناك منحة جديدة هل من ستراتيجية يتم المحافظة على كرامة الشخص المستحق والذي يخدم البلد ويخدم وزارة الثقافة عبر فنان؟ يا أستاذ العزيز هناك مبالغات كثيرة ليست ثمت طوابير إطلاقا يعني الحقيقة ما أدري أسمع هذا الكلام من الكثيرين وأعرف أن قبل أن أتي للوزارة هناك لجان ذهبت إلى البصرة وإلى كركوب وإلى الموصل من أجل عدم تكبيد أهالي هذه المحافظات عناء الوصول إلى بغداد وتم تسليمهم المنحة في محافظاتهم ليس وفق طوابير يعني عندما نتكلم يعني يجب أن نتكلم بشيء حقيقي نعم الإعلام غالبا ما يدخل المبالغات من أجل تحقيق يعني يعني هدف يعني معين ولكن يعني نتكلم بأنا أتكلم بمنتهى الصدق والصراحة أحنا ذهبنا إلى أن يكون لكل مشمول بهذه المنحة كي كارت رح تستمر هذه المنحة شاء الله بهذه الوزارة؟ نحاول إحنا يعني أجاهد من أجل أن أحصل على المبلغ من قبل وزارة المالية ورفعنا هذه ولكن هناك إشكالية يعني أوصلها لإخواني الإعلاميين الصحفيين الفنانين التشكيلين الأدباء بالشعراء الشعبيين لسنا نحن من يسجل هؤلاء على المنحة من يسجلهم على المنحة من يسجل الأسماء والقوائم هم النقابات والاتحادات طيب نحن تأتينا القوائم من النقابات والاتحادات وبدورنا نرفع هذه القوائم إلى وزارة المالية وزارة المالية تسلم المبالغ يتم تقسيم هذه المبالغ على الأعداد ومن يراقب هؤلاء المراقبين وحضرتك تحدثت عن الطوابير وهي من شهود عيانها لم نأتي بشيء من هذا الموضوع وإن غادرنا هذه المسألة ولكن بشيء مقارب نتحدث معالي الوزير عن المحتوى الهابط باعتبار أن طلعنا على تجارب وزارات الثقافة لدول مجاورة لدول أخرى نجد بأنه هناك منع وتجديد لنشر المحتوى الهابط بل أن النواد الليلية تحديدا وأضرا لبعض المشاهدين لربما يخدش الحياة النواد الليلية عندما تمنح إجازة من قبل وزارة الثقافة من هيئة السياحة هل هناك اشتراطات بأن لا يخرج هذا المحتوى المسألة بصراحة تجاوزت حده بالتالي أصبحت هناك شخصيات تافهة تعتلي هذه المنصات وإن كانت القضية تضامنية ولكن هل هناك اشتراطات من قبل وزارة الثقافة هيئة السياحة على منح هذه الرخص لهذه النواد الليلية حتى لا وإلزامهم بعدم تصدير ما يحدث في هذه النوادي إلى السوشال ميديا وللأسف وصلنا تصديرهم إلى الميديا مشكلة هذه أكبر هذه النوادي لا تأخذ رخصة من أحد وزارة الثقافة وهيئة السياحة ما لها علاقة بهذه من من تجاز؟ أبحث عنها نبحث عنها محلات المشروبات نعم تأخذ الرخص الموافقات الموافقات تأخذها من المحافظة من الحكومة المحلية وتأتي بها إلى إلى هيئة السياحة لغرض إجازتها إذا المحافظة لا تمنح الموافقة الهيئة السياحة لا تمنح الإجازة النقطة الأولى من المحافظة كثير من إخواننا مجلس النواب وكثير من المواطنين ورجال الدين ويعني الوجهة ناشدونا وعدما بينا الموضوع أن يا أخي الكريم يا سيدة الكريمة نحن لا نمنح الإجازة إلا مبنية على موافقة المحافظة بعد إجراء نعم الكشف على الموقع وطبعا هناك يعني تعليمات عدم المجاهرة بها بعيد عن مدرسة بس حتى أكمل حضرت تكسيمة محلات وهي الإجازة تمنح لمخزن مخزن وصلنا اليوم مجازا يكتبون من المشروبات الكذائية طبعا ضمن الشروط عدم المجاهرة عدم رفع الصور بعيدة عن المدرسة بعيدة عن حسينية بعيدة عن جامع بعيدة عن دار عبادة بعيدة عن يعني محلات يعني سكنية أو محالي أو أحياء يعني يجب أن تكون على شارع تجاري ومحدودة ولكن الكثير يتجاوز ويفتح المحل وأدنى الأمن السياحي يتابع الموضوع ولكن نتيجة قلة عدد أفراد الأمن السياحي يعني ما وكثرة الإقبال يعني الموضوع اللوم يلقى على هيئة السياحة طيب نحن إذا لاحظ مثلا وجود محلات المشروبات يعني ينتقد ما يخالف يا أخي أنت أنتقد ابنك أنت ربي ابنك بطريقة الجيدة أمنعه بالأسلوب الحسن التربية الحسنة هو يبتعد بعدين إذا ما إذا عزلنا المحل غير المجاز هو رح يذهب إلى المحل المجاز حتى إذا كان في حي آخر هناك التساقلة ربما شوي ابتعدنا ولكن هي نفس الموضوع على قضية النواد الليلية معالي الوزير ما مجازة من عندنا أبدا ما مجازة ولكن أيضا هناك تعاون تعامل مع نقابة الصحفيين بعض الشخصيات اللي تظهر لربما هم حاملي لهوية هذه النقابة نقابة فنانين الهوياتات من أحمن عندنا من النقابات خلاص مين مجازة لعد النواد الليلية ما مجازة من عندنا ما مجازة من وزارة الثقافة وإذا تحب أن تعرف منين مجازة اذهب واسألهم نستقصي نعم ونرجع في لقاء خاص إذا ما حضرتك إذا نتوقف عند فاصل ومن ثم ننتقل إلى السعادة وما أدرانا ما السعادة مشاهدي الأحبة السعادة نتحدث عنها بعد فاصل قصير من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة ولا زال حوارنا مستمر مع معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد البدراني حياكم الله مجدد نتحدث عن السعادة بعد ما تحدثنا عن السياحة والنواد الليلية وهناك عصفورة تقول بأنه مسألة تشاركية بين النقابة بين وزارة الداخلية بين الأمن السياحي وهيئة السياحة والآثار فأرشدتنا أنه نروح نسأل نسأل أحد ثلاثة وأيضا ربما في لقاء خاص آخر تتاح الفرصة ونطرح هذا الموضوع على جنابك أن لم تكن هناك إجابة لا زالت نتحدث عن السعادة في كثير من الدول أصبحت وزارة الثقافة معنية بسعادة المواطن أن لم تكن هناك وزارة متخصصة بالسعادة نتحدث بصراحة رغم كل السوداوية التي مرينا بها في العراق لا زال هناك خليج 25 وشفنا التفاعل الجماهيري وهذه الرسائل الاتصالية التي بثيناها الوفرة المالية رواتب الموظفين بعد أن تعرقلت ربما هناك يعني بإحصائيات بين الدول هناك أكو مستوى من الترف الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي طريقة الاتصالات وغيرها وغيرها رغم التلكؤات ولكن نحن في مصاف دول لربما سبقناهم في بعض الأحيان هذه السعادة والشعور بالسعادة وزارة الثقافة كيف تعزز هذا الشعور وكيف تنمي باعتبار أن هذه الوزارة نريد لها أن تكون وزارة سيادية في فترة استيزار حضرتك يا سيد الكريم فيما مضى ونتيجة ما حدث على الساحة العراقية من حرب ضروس استمرت لثمانية أعوام أعقبها دخولنا إلى يعني دخول الجيش العراقي إلى الكويت ثم الحصار الجائر الذي استمر لتقريبا يعني فترة طويلة أكثر من 13 سنة ثم الاحتلال الأمريكي ثم الإرهاب والتنافس الحاد بين الشخصيات السياسية أذهب ليس السعادة بس أذهب يعني كل ما هو لذيذ وبقت السعادة تمثل حلم للعراق كنا نسمع بين يعني انفجار وانفجار وانفجار بالتأكيد وفي كل المحافظات دفعنا ثمن غالي ودماء زكية لشباب بعمر الزهور حضرتك على مستوى شخصي أشت هذه الأزمة واقعا بكل تأكيد يعني كنت أول النازحين من مدينة الموصل عن دخول داعش إلى الموصل وذهبت إلى كاركوك وفتحت جامعات نينوى في كاركوك وقمت بدور ريادي كنا عدد قليل ولكن قمنا بعدد كبير عمل كبير عمل كبير وهذا عمل كبير يؤدي إلى سعادة لكن معاني الوزير يعني بقضية السعادة بصراحة وبدون أي تحيز الشعب الأراقي شعب حي لغة لغة حية المشاهد اللي شفناها بصراحة مذهلة جدا للداخل وللخارج حوت الكثير من الرسائل التصالية وأبهرت حتى ليس دول الجوار فقط بل أبهرت العالم أقطع وأجزم لو كان هناك استبيان للرأي عن أي شعب كريم على وجه الكرة الأرضية لما يتخطى هذا الموضوع الشعب العراقي شعب يحب السعادة يحب الحياة هو وزارة الثقافة معنية بتوفير هذه الملامح والسمات يعني ربما رح يكون عندنا تكرار لخليجي 25 هو مهرجان ثقافات دول الخليج نقطع جدا ورح يكون في بغداد ويكون مهرجان حقيقة يحقق جزء كبير من السعادة ونتعامل مع دول الخليج كما تعملنا في خليجي 25 هذا المهرجان الآن يعني طور التمهيد لإعداد المهرجان وكلفنا المختصين بهذا الموضوع وقريبا جدا إن شاء الله تعالى نبدأ بالتداول مع دول الخليج الفرق الفنون الشعبية والفرق الموسيقية والفرق الوطنية يعني غير الشعبية اللي رح تشارك بأسبوع كامل ويكون في بغداد على مسارح بغداد وأيضا طبعا رح نذهب إلى مع معرض للفن التشكيلي ومعرض كبير للفن التشكيلي ومعرض كبير أيضا للكتاب وبعض العروض المسرحية أدنى بعض الأفلام اللي أنتجتها يعني أنتجها المخرجين العراقيين أيضا ربما نعمل على عرض بعضها أيضا أروض للسنفونية السنفونية يعني فرقة السنفونية العراقية موجودة ولا نسا أيضا دار الأزياء العراقية وهذه الفلكلور والحضارة والتراث بالطليعة هذه تكون وأيضا أدنى الحقيقة فرقة السومريات فرقة يعني أوجدها وتعب عليها المايسترو علاء مجيد وقدمت عروض جميلة جدا أدنى مدرسة الباليه أيضا يعني لديها عروض كل هذه الفقرات تعمل على تحقيق السعادة شنو السعادة أنت عندما تخرج أنت وعائلتك وتشعرون بالأمان وتشوفوا الأجواء جميلة وعروض جميلة وتشارك فيه أحققنا بعض منها من خلال هذه الفرق المسرح الوطني كان يمتلئ بطابقه تنشئة الطفل لا ننساها أيضا في دار ثقافة الأطفال وغيرها من هذه الممارسات لكن من المؤسف بأن كل هذه الفعاليات وكل جزئية هي مديرية عامة في وزارة الثقافة من المؤسف بأنها لم تحظى بهذا التسويق الإعلامي وهنا راح نتحدث عن الإعلام باعتباره ماكنة أي أزمة إيجابية أو سلبية الإعلام يرافقها قبل الأزمة وخلال الأزمة ولا ينتهي بنهاية الأزمة بل يستمر نتحدث هنا معالي الوزير يعني بس خلي جملة اعتراضية يعني من المؤسف على الإعلام لم يغطيها وليس من المؤسف عليها أنه هي تعمل نعم الخلل ليس بها أهام الخلل بالإعلام أرجع الكرة لملعب وزارة الثقافة نعم بالـ 2014 لما صار اشتياح داعش للمدنة العراقية واحدة من الإجراءات الحكومية بأنه تم إيقاف وإلغاء القنوات والإذاعات التابعة للوزارات كان من ضمنها إلغاء قناة الحضارة اليوم حتى ذا تحسب علينا بصفة إعلامية نناشد معالي وزير الثقافة بأن يعيد الحياة لهذه الفضائية الكثير من زملائنا أعلان في الإعلام العراقي يعاد بثها بالاعتبار أن هذه ماكنة إعلامية كيف نوقفها وإحنا 70% من حربنا مع داعش كانت حرب إعلامية انتهت هذه الصفحة ولكن نريدها في هذا الألق العراقي ترجع قناة الحضارة بروحية جديدة وبأفكار جديدة وأيضا تكون أنه هي خير من يمثل وزارة الثقافة الحقيقة ليس فقط قناة الحضارة ألغيت أو بعض القنوات الأخرى وإنما بسبب التقشف لأن توجهت الدولة إلى شراء الأسلحة لمحاربة داعش وإخراجه من مدن عديدة من سيطرة داعش قدنا بمراكز ثقافية نعم وبيوت ثقافية أيضا في كل محافظة البيوت في الداخل ولكن المراكز في الخارج تم إيقافها الحقيقة أنا ما أدري شنو مبرر يعني من حكومة توقف ست مراكز بست عواصم قدنا مركز ثقافي في واشنطن مركز ثقافي في باريس مركز ثقافي في بيرلين مركز ثقافي في بيروت مركز ثقافي في طهران ويعني طيب هذه المراكز يعني تستقطب الجالية العراقية توصل الصوت العراقي توصل لنا التجربة من الخارج عملية يعني تعاشق بين الداخل والخارج الدبلوماسية الشعبية تنضوي تحت لواءها هذه القضية بأن ننشر هذا الفكر حضرتك التقيت ب السفير الياباني هل هناك آفاق أو تبادل الخبرات والتجارب من الممكن أن نستعيرها ولكن بروحية عراقية؟ والله يعني كثير من الدول عملت معنا من خلال بأسات التنقيب منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والولايات المتحدة على مواقع كثيرة يعني من الآثار الآن فرصة لأن نسوق للسياحة بعد أن أصبح العراق بلد آمن يعني السياحة نهر مثل النفط ربما إذا نشرت سياحة عدنا تكون النهر الثالث دجلة والفرات والسياحة تنشط لذاتها أم المؤسسة التي تنشطها نعم المؤسسة تنشطها وثقافة الفرد أيضا عندما أتكلم يعني في الخارج أي عراقي يتكلم في الخارج بعد أن زار العراق وشاف الأمان أطلع على الأمان أنه ممكن أن يتجول أي شخص عربي كان أو أجنبي من زاقه إلى الفاو منفرد بدون حماية وهذا ما شفنا بالخليجي 25 يعني هذه رسالة أمان وطمئنان أن العراق أصبح بلد آمن ما عاد في إرهاب ما عاد في خطف وقتل وكذا وهذه أيضا يعني الحقيقة حققتها كثير من الحكومات وهذه الحكومة يعني بالذات الحقيقة تسعى إلى نشر السعادة وإيصال السعادة من خلال المتابعات الكثيرة لرئيس الحكومة والوزراء بعملهم الدائب هذه المفردات كلها يسموها على ماء الاتصال بأنه اتصال جمعي اتصال جماعي اتصال مواجهي ولكن ماذا عن اتصال الجماهيري ونرجع إلى موضوعة القناة التي خاصة بوزارة الثقافة هل من الممكن إحياؤها من جديد؟ ممكن لا يوجد شيء مستحيل يعني ممكن إحياءها وممكن أن تغطى بمادة إعلامية لأشهر عديدة ويصار إلى ديمومتها وكوادرنا كثيرة يعني وزارتنا هي وزارة المثقفين ووزارة الفنانين ووزارة الكذا ولكن هل هي حالة صحية كثر القنوات؟ السؤال يعني يعني ما تكون قنوات محددة اتابعها العراقي إذن علينا أن نأتي بشيء جديد جاذب يجعل القناة تدخل إلى كل البيوت أو أغلبها ولربما هذه الرسالة ليست للداخل العراقي بقدر ما هي عاكسة للثقافة في الخارج ربما معا للوزير لهذا الحوار الشفاف والصريح نشكرك شكرا جزيلا وشكرا لحسن الضيافة حياك وهذا اللقاء الخاص خصصت به قناة الأيام الفضائية بالعديد من التصريحات أو المعلومات الحصرية لمشاهدي قناة الأيام نكرر شكرنا لحضرتك وشكر موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة كنا معكم في لقاء خاص مع معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد البدراني شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لكم